اللقب أم الجريمة متعددة الجريمة الأولى حقنت بنتها بالأنسلين لتقتله الجريمة الثانية سمحت لعشيقها أن يهتك عرض ابنتها الجريمة الثالثة أن نسميها أم والله ليست بأم وإن حملت وولدت وإن توحمت وأرضعت فوالله ما هي إلا مجرمة نطفة قدرة كيف لأم أن تسمح لذئب ينتهك عرض طفلتها طفلتها يا سادة وكم عمر هذه الأم والله ليست صغير أو ذات شهوة ونزوة لكن عمرها قريبا من الأربعين ضحي بطفلتها لأجل شهوتها ولأجل نزوتها أين وصلت يا هذه من الذي دفعك إلى هذا من الذي أحوجك إلى ذلك ها أنت قد بلغت من العمر يأتي وشارفت على الأربعين تقترين ابنتك أسمحين لبغلك يا مومس العار يا ربيبة العهر يا أم الرذيل أبحك الله أينما كنت أسقاك الله عز وجل من الألم والهم كلما هلت سحاب أو أشرقت جمس حكمت المحكمة عليها بسجن سبع واربعين سنة للأسف أن المحكمة تقول أنها الأم عزيزة المحكمة لا تسميها الأم فالأم أطهر وأقدس وأرفع وأغلب أن تفعل ما فعلت هذه العاهرة ساقطة المتاع وساقطة الشرف والكرامة سمحت لعشيقها أن يهتك أرض ابنتها تسمونها أم هي قد قاربت الأربعين والنبي يقول اسمعوا ماذا يقول النبي لهؤلاء ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم ومنهم الأشيمة الزاني يعني كبير السن الذي يبحث عن الزنا ما يطالع له الله ولا ينظر إليه لأنه ما في داعي لأن تفعل ما فعله فلست شابا ينعن فيك فتوة الشابة كبير في السن اخطط بياضك شعرك بسوات ضعف جسمه حلت الأمراض عليك فليس هناك سبب يدعوك إلى ذلك هذه الأم زعمه وليست بأم هي مثل هؤلاء ليست فتاة صغيرة ولا شابة رعناء ليس بها ماء الحياة استهلكت وهلكت وأهلكها الله على عمر الأربعين انتك تضحين تجعلين هذا الساقط ينتهك عرضها حكمت المحكمة عليها بسبعة واربعين سنة حكمت على عشيق السوء خنزير الهواء بخمسة عشر سنة سجن وتلك الطاهرة المسكينة البريئة والله لا أعتخيل لا أصدق كيف للأم أن تفعل ذلك فطرة الأم وجبلتها أن تحمي أطفالها وطفلتها كيف سمحت لك الأمومة أن تقدم طفلتك لهذا الخنزير فيهتك عرضها وأنت تنظرين كل ذلك لأجل أن لا تكتشفين أخزاك الله في كل حين أسأل الله أن يشافي هذه البنية إنه الهواء والشهوى إذا حكمه أفرأيت من اتخذ إلهه هواء يسجد ويعبد لا لله ولكن لهواه ولكل ما اشتهاه حسبي الله ونعم الوكيب